لن يكون سهلاً المضي قدماً في خطوات تنفيذ صفقة القرن ما كتب على ورق لن ينافذ على الأرض ويبدو أن جهود التطبيع وتطوير العلاقات مع كيان الاحتلال لن تكون كافية لتمرير صفقة السلام الأمريكية الإسرائيلية فعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها جاريت كوشنر وجايسون جرينبلات في التحضير لمؤتمر المنامة الاقتصادية وتحشيد الدول العربية والإسلامية للمشاركة في بدء تنفيذ صفقة القرن غير أن البحرين تبدو في مأزق حقيقي لم يكن متوقعاً فقد رفض عدد من الدول العربية وكذلك الأوروبية الحضورة في المؤتمر المقرر عقده في المنامة بين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو الحالي مواقف تفرغ الدعوات والضغوط الأمريكية الصريحة للمشاركة في المؤتمر وتضعها في مهب الريح وبينما تولت الصعودية والإمارات بذل الجهود في إقناع عدد من الدول المشاركة في مؤتمر البحرين خلال الأسبوعين الماضيين غير أن الرياض والمنامة تلقت جملة من الاعتذارات عن المشاركة أبرزها من ممثلي الأمم المتحدة الذين أبدوا رفضهم الصريح للمشاركة في المؤتمر تشير عدد من المصادر الرسمية إلى أن انعقاد المؤتمر في موعده المقرر سيشكل حالة صدمة كبيرة للأنظمة العربية التي أبدت موقفا متهاينا مع الاحتلال وقررت تبني المؤتمر وأعلنت رسميا مشاركتها فيه كالسعودية كما سيكون محط خجل كبير لواشنطن التي راهنت على نجاحه وعلى ضوء رد عدد من الدول العربية والأوروبية بالرفض على دعوات المشاركة التي طلقتها قد تجد المنامة نفسها مجبرة على اتخاذ قرار بالتأجيل إلى موعد من المرجح ألا يكون قريبا بفعل التوترات المتزايدة في المنطقة في إفشال للضغوط والابتزازات المالية التي قدمتها واشنطن في محاولة منها للتحشيد لمؤتمر السلام الاقتصادية اشتركوا في القناة